انا فريدة من كامل العدد بورجانا الكوتاني سطرة فريدة طيب فريدة قوليلي بقى الأجواء يعني انتو صورتوا مشاهد كتير في مدرسة مشاهد انت كمان في سنك ده بقى حسة انه انت قدرت يتقدمي المشاكل اللي بنت بتقابلها في سنك او اكبر منك شوية لان انت لسه اصغر من رخصة وعايزة تسوق يعني حسيت ان انت قدمت مشاكل السن بتاعك اه اكيد طبعا يعني انا في بنات كتير ده اكتر حاجة نفخورة بيارغ دور ده اه بحيث ان في امهات كتير وبنات كتير بيقولوا انت فعلا يعني شبهي او انت شبه بنتي او انت شبه بنت خالتي بحب قوي لما الناس تيجي تقولي انت شبه صحبتي بحب ده فبحيث ان انا يعني او طبعا الكتبات عرفوا يكتبوا حاجة بتوري مشاكل البنات في السن ده كنت حاسة كان في بقى انتباع كمان على السوشيال ميديا بمشاهد كتير كنت بتقدموها كنت بتتبعي بتشوفي بتردي اكيد اه اه بحيب اشوف وبحيب اشوف طبعا النقطة وبحيب اشوف الحاجات الحلوة اكيد يعني ايه اصعب المشاهد كانت في المسلسل في الجزء ده اصعب المشاهد يعني حسنا كل مشاهد كانت صعبة وسهلة في نفس الوقت يعني عشان انا بحيب اللي انا بعمله فمش حسنا انه صعبة قوي بس انا كنت دي اول مرة يعني غير هبتة بس كنت صغيرة قوي يعني بس كنت اول مرة اعمل حكاية حب فونا كبيرة يعني واحجي لك عريس وكذا فدي حكاية حكاية انا متوترة منها بس بس يوسف جابغيالي اللي عمل دور سيف هو يعني كان اكتر حدا انا كنت مرتاح معا فموضوع مكان شي يعني صعب يعني في الاخ